دفع جديد ومهمة تلقتها حكومة الوفاق الليبية في طرابلس بزيارة مشتركة لوزيري خارجية فرنسا وألمانيا لقيت ترحيبا كبيرا من نائب رئيس المجلس الرئاسي الزيارة التي تأتي بعد أيام من زيارة مماثلة لوزير الخارجية الإيطالي وسفراء كل من فرنسا وبريطانيا وأسبانيا تركز على إمكانية إعادة فتح سفرات بلدان الدول المعنية تعبيرا عن دعمها لحكومة السراج الوزراء الغربيون جميعا أكدوا أيضا وقوفهم إلى جانب إرساء الأمن في ليبيا ودعم حكومة موحدة للليبيين تقف في وجه تمدد تنظيم داعش في ليبيا غير بعيد عن سواحل أوروبا معنا من الرباط مدير مركز الأبحاث والدراسات العليا في بروكسل الدكتور محمد بدي بنو بسال خير سيد محمد بدي بنو إذن رأينا محاولات لإنهاء هذه العزلة السياسية دبلوماسيا من قبل وزراء وسفراء أوروبيين برأيك هل تنجح محاولات هذه الدول في فتح الطريق أمام استقرار ليبيا وعودتها للحضرة الدولية هو على الأقل هذا ما تسعى إليه تطمح بشكل واضح أنها الآن أصبحت بشكل رسمي ومعلن تريد أن ترقي بثقلها في هذا الملف خصوصا أن السناء الفرنسي الألماني من خلال هذه الزيارة حاول أن يظهر أن الاتحاد الأوروبي بحكم رمزية هذا السناء داخل الاتحاد الأوروبي أراد أن يظهر أن الاتحاد الأوروبي يقف بثقاله خلف هذه الحكومة وبالتالي محاولة لضم مختلف الفرقاء لأنه طبعا كما تعرفين فضلا عن أن كيلة دولتين ظلت تتمتعان بعلاقات مع جزء كبير من الفرقاء حتى الذين لا تعتره بهم استقبلتهم وما حصل في فرنسا وبريطانيا ولكن ألمانيا بشكل عام ظلت خارج التصريحات الرسمية خلال السنوات الأربعة الأخيرة وبالتالي الآن أن ألمانيا بشكل رسمي تلقي بثقلها هذا واضح أنه رسالة بالغة الأهمية خصوصا على الصعيد الاقتصادي ألمانيا لديها علاقات اقتصادية بمستوى معين مع ليبيا خصوصا أنها في فترة من الفترات كانت تستورد حدود ثمانية بالمئة من بترولها من ليبيا وهو رقم نسبية مرتفع ولشك أن تخوفات الاتحاد الأوروبي بشكل عام تخوفات إيطاليا وفرنسا ولكن تخوفات الاتحاد الأوروبي بشكل عام على صعيد أمن الاتحاد الأمن المتوسط الذي تعبر عن طريقه حدود من 35 إلى 40 بالمئة من التجارة الدولية بخصوص قضية المهازرين بخصوص تسرب أو احتمال تسرب العناصر المسلحة بخصوص رابعا إمكانية أن تحل ليبيا محل بالنسبة لتنظيم الدولة وتنظيمات المشابهة تحل ليبيا محل شمال سوريا وشمال العراق في حالة ما إذا تم تقوض هذه المجموعات بالنسبة لخامسا وهذا الموضوع يهم أكثر فرنسا حكم انتشار السلاح في منطقة الساحل والصحراء عبر ليبيا ليبيا كانت كما تعرفين أحد أكثر دول إفريقية تسلحا وجزء كبير من هذا السلاح ورثته الأزمات سبع تقريبا الأزمات إفريقية أغلبها يقع داخل منطقة نفوذ الفرنسي بدول بارغة الهشاشة وتعتمد أمنيا أساسا على الدول الغربية بشكل خاص على فرنسا دكتور بدي بنو أتوقف معك عند النقطة الرابعة التي ذكرتها وهي محاربة داعش لماذا برأيك لم تتخذ هذه الدول قرارا بشأن القيام بعمل عسكري في ليبيا رأينا التنظيم منذ عام أعلن إنشاء فرع له في درنا على الرغم من الوعيد المتكرر أوروبيا وغربيا لم نرى أي تحرك هل ترى بأن زيارات كهذه ربما هي إذان بتوجه عسكري فيما بعد؟ هو التوجه العسكري كما تعرفين حتى قبل ظهور تنظيم الدولة واسطة سنة 2014 كان دائما كان ظل مطروحا وظل بشأنه تأرجح كبير تأرجح ليس فقط صراع أو خلاف بين الدول الغربية ولكنه داخل كل دولة غربية على سمزال عدد من الجيوش الموجودة في المنطقة والتي تتمتع بنفوذ في المنطقة الولايات المتحدة من ناحية فرنسا في المستوى الثاني وبريطانيا في المستوى الثالث وإيطاليا في المستوى الرابع يقال إنها والتقارير تقول إنها كانت تضغط على قياداتها السياسية في مستويات معينة وكادت فرنسا أن تتدخل عسكريا في ليبيا في شهر أكتوبر سنة 2014 ثم تكررت هذه المحاولة أشهر بعد ذلك ولكن هناك عدد من الاعتراضات في المنطقة أنت تعرفين مثلا على أن دول المجاورة لليبيا خصوصا الدول التي لها ثقة عسكري ويمكن أن تتدخل مثل مصر والجزائر ليست لديها نفس المواقف في مرحلة معينة كانت مصر تؤيد تدخل عسكري بينما كانت الجزائر تعارض كليا وبدلت جهود كبيرة جدا لمعارضة أي تدخل عسكري وحتى تونس يا دكتور بدي بنو قبل أيام عبر الرئيس التونسي عن مخاوفه وعن رفضه من هذا التدخل العسكري هو في الحقيقة مختلف دول المحيطة بليبيا وهي الستة لديها تخوف من أي تدخل عسكري كما تعرفين لأنه عذرها في ذلك وهو ما تم تكراره كثيرا أن أي تدخل في ليبيا سيعني عادة أن هذه المجموعات المسلحة كما حصل في عدة مناطق أخرى لن تختفي ولكنها ستعيد انتشارها وبالتالي ستهدد أمن الدول المجاورة وبعضها اعتبر أنه يدفع فاتورة كبيرة لوضع وحدات عسكرية على الحدود مع ليبيا وأن هذه الفاتورة سترتفع في حالة ما إذا كانت هناك ضربات ستؤدي عادة انتشار لهذه المجموعات وهذا طبعا حاولت فرنسا في مرحلة معينة مقاومته عن طريق دعم إحدى الدول المجاورة لليبيا وهي تشاد في تلك الفترة كانت تشاد عضو في المجلس الأمن مجلس الأمن الدولي وحاولت فرنسا استخدام ذلك طبعا تشاد كما تعرفين تلعب دور كبير في السياسة الفرنسية في منطقة الساحل والصحراء خصوصا بعد اختفاء بليس كامباولي في بوركين أفاسو وحاولت تسويق هذا الموضوع مرحلة معينة ولكن تم التراجع تقريبا كليا عن ذلك المشروع في بداية في أواسط السنة الماضية 2015 وأصبح التوجه هو أن اتفاقيات الصخيرات إذا ما تم التواصل لها ستعطي إطارا قانونيا من خلال هذا الإطار القانوني والولايات المتحدة دخلت على الخط في هذا الإطار واعتبرت يعتقد أن براكوماما بحكم نهاية ولايته أصبح يريد أن يترك أثر إيجابه ما يتعلق على الأقل بالأزمة الليبية واعتبارا لذلك أصبح البحث هو عن أن يكون هناك إطار قانوني من خلاله يمكن أن يتم تدخل دولي ولكن طبعا الإشكاليات التي واجهتها اتفاقيات الصخيرات منذ أواخر ديسمبر وعدم اعتراف الأطراف بنتائج هذا الاتفاق جعل الدول المعينة تتدخل أصلا دون انتظار وهو ما حصل لوحدات خاصة فرنسية أصبحت الآن موجودة في ليبيا هناك وحدات خاصة أمريكية هناك وحدات خاصة بريطانية هناك طيارات بدون طيار أمريكية عن طريق القاعدة الأمريكية الموجودة في نيجر وكذلك عن طريق إيطاليا بعد اتفاقية روما منذ شهر ونصف الآن وبالتالي أصبح عمليا هناك تدخل عسكري أرضي وجوي في ليبيا ولكن واضح أن هذه الدول حذرة في هذا الاتجاه وتسعى إلى أن تكون حكومة الوفاق هي الإطار القانوني ومن هناك التأكيد في مسودة الأعمال التي ستعرض يوم الأثنين القادم على مؤتمر لكسنبور من هناك التأكيد على أنه إذا ما طلبت الحكومة الليبية التدخل فإن الدول الاتحاد الأوروبي ستكون مستعدة لدعم تكوين جيش وتكوين وحدات عسكرية وحدات بوليسية من أجل إعادة استثباب الأمن في ليبيا ولكن واضح تماما أن هذه الدول تحاول أن يكون هناك إطار قانوني ليبي ليبي مغلاله يمكن أن يكون لها حضور معي بما أن هذا الأمر في حساسية شديدة لدى الليبيين ودول الجوار هل ترى بأن احتمال أن تساهم هذه الدول الأوروبية في مسألة حفظ الأمن داخليا هل ترى هذه المسألة مبدئيا مقبولة محليا ولدى دول الجوار فقط حفظ الأمن داخليا هو في الحقيقة في مرحلة معينة كانت هناك خطة دعت إليها أصوات عديدة في المنطقة الداخل وفي الدول المحيطة بليبيا خصوصا في الدول المغاربية أن تكون الدول المغاربية المحيطة بليبيا خصوصا تلك التي تمتلك قدراتها عسكرية ولديها علاقات مع عدد من المجموعات المسلحة مثل مصر والجزائر أولا ومثل السودان في مرحلة ثالثة أن تلعب دور في هذا الاتجاه ولكن طبعا الصراع بين هذه الدول التي اصطدمت كثيرا في الملف الليبي سريا وعلنيا والدول البعيدة نسبيا ولكن أيضا التي لديها علاقات واسعة مع عدد من المجموعات المسلحة دخلت على الخط وبالتالي هذه الدول سواء في دول الاتحاد مغاربي أو في دول منطقة الشرق الأوسط أو في تركيا لم يكن لديها سياسة واحدة وتضاربت بل أصبحت ليبيا بشكل من الأشكال مساحة لاستدام هذه الدول واستدام علاقاتها واستدام المجموعات المسلحة واستدام مورد السلاح الذين لهم علاقات مع هذا الطرف أو ذلك الطرف ودفعت الأزمة الليبية فاتورة كبيرة ودفع الليبيون والمدنيون وحتى غير المدنيين دفعوا فاتورة كبيرة للصراعات الإقليمية التي اعتقد في مرحلة من المراحل أنه على العكس من ذلك أن هذه الدول الجوار يمكن أن تمثل تعويضا عن أي تدخل دولي عن ما أظهره فشل تدخل دولي سنة 2011 وأن تكون عامل إعادة ليبيا خصوصا أن الأمن الليبي هو أيضا بشكل واضح جدا جزء من أمن هذه الدول أنه يمكن لهذه الدول أن تكون جزء في إعادة ليبيا إلى مستوى معين من الأمن ولكن واضح جدا أن سياسات هذه الدول زادت ملف الليبي تعقيدا بشكل عام أو أن بعض هذه الدول أراد أن يضل على مسافة معينة من الأزمة الليبية حتى لا يتورط لأسباب طبعا تتعلق بعلاقاته مع مجموعات ليبيا ولأسباب أيضا تتعلق برأيه العام الداخلي ولكن لتصل رسالة الدعم الأوروبي هذه إن كان سياسيا أو إنسانيا لابد من عودة البعثات الدبلوماسية إلى طرابلوس يا دكتور محمد هل ترى هذه الإمكانية متاحة في القريب؟ هذا يتعلق طبعا بإمكانية تأمين منطقة معينة وهذا وضع بالغ التعقيد ولكن إذا قارننا الأزمة الليبية بدول أخرى يمكن نقول أنه اليوم بحكم المعادلة الإقليمية استفادت ليبيا من وضع لم تستفد منه دول عرفت أوضاع شبيهة في إفريقيا في الصومال في وسط إفريقيا في آسيا الوسطى مع الأزمة الأفغانية وهي دول كان تدخل الدولي فيها يحاول فقط أن يحجم الأزمات في مرحلة معينة دون أن يقضي عليها وبالتالي بقيت لعقود طويلة وما تزال في نفس المستوى بالنسبة لأفغانستان منذ تسعة وسبعين بالنسبة للصومال مثلا منذ واحد وتسعين أو تسعين إلى آخره الآن بالنسبة لليبيا أصبح الآن الضغط الدولي بمستوى معين بحكم الملفات التي ذكرنا الآن واضح أنه يسعى إلى مستوى معين بحكم خطر ما يمكن تعنيه الأزمة الليبية لمنطقة المتوسط للساحل والصحراء لما يتعلق بالعلاقة مع الشرق الأوسط والمجموعات المسلحة التي إما انتقل بعض عناصرها إلى ليبيا وأن هناك مجموعات مسلحة موجودة في ليبيا وعلنت تنضمامها لهذه المجموعات تقل الأخير أو الورقة الأخيرة التي أعدها وحدة البحث في الكونغرس كتوصيات للإدارة الأمريكية تتحدث بالماضي عن وجود أكثر من 80 ألاف عنصر محسوبة على هذه المجموعات المسلحة وتتحدث عن مجموعات محلية مثل أنصار الشريعة أصبح أكثر عناصرها بالماضي منتميا إلى تنظيم الدولة أو تنظيمات مشابهة وبالتالي واضح أن هناك أصبح اهتماما دوليا يجعل هناك أفق معين ولكن هل هذا الضغط سيصل إلى مستوى الذي فعلا يضع أرضية فقط تسمحي لي بجملة أخيرة حتى يفتح الأرضية لمصالح عامة الأمر مرتبط أيضا بالنخبة الليبي وبقدرة الرأي العام الليبي على فرض هذه المصالحة شكرا جزيلا لك دكتور محمد بدي بنو مدير مركز الأبحاث ودرسات العليا في بروكسل شكرا شكرا